المنفذ هذه العملية عمليات الاغتيال أو محاولة الاغتيال بحسب ما كشفته التحقيقات الأولية هو جمهوري الهوى إن صح وصفي شرطة من سلفانيا تحدثت عن أن التحقيقات قد تستغرق شهور سيد إيمال يعني نسبة ربما أن تكون هناك يد من خارج حدود الولايات المتحدة في التورط بهذا الحادث يعني تقديري المتواضع أن البيانات الكاملة عن ملبسات الحادث غامضة لكن ربما بتواضع وبترك هامش من الشك استبعت فكرة اليد الخارجية الموضوع داخلي بامتياز ثم أن السياقات التقنية لعملية الاغتيال تستدعي العديد من التساؤلات المخيفة والمزعجة يعني هناك صور لكروكس هذا الشاب العشريني وهو على سطح المبنى المجاور من التقط له هذه الصور وكيف تم التقاطها أبعد من ذلك أين هي طائرات الحراسة؟ أين هي الدرونز؟ الذي كان على المنصة ليس مرشحاً اعتيادياً هذا رئيس سابق له حراسة أمريكية كاملة ثم أخذ إليك القناصة الذي يعني قيل أنه قتله لماذا تأخر في إطلاق الرصاص؟ عديد من المشاهدين البعض منهم تحدث إلى إزاعات دولية قالوا أننا أخبرنا السيكرت سيرفيس ولم يتحرك أحد يعني من هذه المعطيات أستحضر ربما بعض الأراء التي تحدثت أنا ما جرى هو قد يكون حادثاً مفتعلاً هل هذا رأي مبالغ فيه بتقديرك أستاذ إمير؟ يعني أنا أظن أنه قريب جداً إلى فكرة المؤامرة الرجل أصيب في أدنه وربما بالفعل أصيب في صدره إن لم يكن يرتدي بالفعل صدرية واقية من الرصاص هناك قتلة لكن لا نريد أن نجزم بالمطلق ما الذي جرى البيانات غير كافية حتى الساعة والشكوك التي لدينا هي الشكوك التي لدى أعضاء الكونجرس ولهذا هم صارعوا بالفعل باستدعاء مديرة السيكرت سيرفيس للتحقيق غداً في الكونجرس عددوا موعد وهو الأمر نفسه الذي جعل الفتى المعجزة إليون ماسك لأن يتهمها بأنها كانت تحرص أكياس الشيتوس يعني في تنظر واضح كيف جرت هذه الاختراقات الأمنية هذا لا يحدث في جمهورية موز وليس في الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر